فإذن العزة على الجبل هي عزة عزة الملكوت لرعاية أو أبناء الملكوت الناس اللي اختبرت وتوجت المسيح الملك على الحياة والكيان لأنه من يستطيع أن يحب الأعداء ومن يستطيع أن يغفر ومن ومن يعني كل الأشياء اللي ذكرها الرب يسوع إن لم يأخذ معونة إلهية من فوق سند إلهي وهذا يتم عن طريق الفداء فإذن أحبائي بقول أما بيت الصديقين فيثبت ولاحظ هذه التلمذة يعني أول شيء فكل من يسمع أقواله ويعمل بها وشبهه يعني تلازم يعني فعلا تيجي للرب يسوع المسيح تيجي للرب يسوع يعني تترك كل الماضي وتيجي للرب يسوع عن طريق التوبة تغيير الفكر وعن طريق الإيمان بالرب يسوع المسيح ثم الاستمرار بحياة التلمذة سماع كلام الرب هاي الشيء تاني الاعتراف به بسلطانه بقوته بمحبته والشيء الثالث إنك تعمل إنك تطيع بموجب الكلام اللي بتسمعه هذا يتضمن التكريس الكامل يتضمن التسليم الكامل الطاعة الكاملة بدون أي قيد بدون أي شرط يعني تكون تلميذ حقيقي فعلا تبين حياتك وأخلاقياتك بيتا يعني أنت أصبحت جسد المسيح متأصل ومؤسس على الصخر ومثل ما ذكرت أحباء الصخر هو دليل الثبات والصبر والدوام والاستمرارية طبعا عندما تواجه تجارب الحياة